موسيقى السيدات والسادة أهلا بكم إلى نشرتنا الأخبارية من تلفزيون حضر موت نبدأ النشرة بأبرز العالم مجلس الدفاع الوطني يصنف ميليشيا الحوتي منظمة إرهابية ويحذر من التعامل معها موسيقى وزير الداخلية يشيد بنجاح فريق مكافحة الإرهاب بتعز بالقبض على خلية إرهابية موسيقى محافظ شبوى يناقش أوضاع مركز علاج الأورام ونشاطه بالمحافظة موسيقى ومن العنوين إلى التفاصيل أصدر مجلس الدفاع الوطني القرار رقم واحد لسنة 2022 بتصنيف ميليشيات الحوث الإنقلابية منظمة إرهابية وفقا لقانون الجرائم والعقوبات والاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب والاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية المصادقية عليها من قبل الجمهورية اليمنية وبموجب ذلك وجه مجلس الدفاع الوطني الجهاتي ذات العلاقة باستكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار كما حذر الكيانات والأفراد الذين يقدمون الدعم والمساعدة أو التسهيلات وأي شكل من أشكال التعاون والتعامل مع هذه الجماعة الإرهابية أنه سيتم اتخاذ إجراءات وعقوبات طارمة إجاههم عقد مجلس الدفاع الوطني اجتماعا طارئا برئاسة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي القائد الأعلى للقوات المسلحة وبحضور جميع أعضاء مجلس القيادة الرئاسية ورؤساء السلطات التشريعية والتنفيذية والاستشارية ومحافظي حضر موت وشبوى للوقوف أمام تداعيات العمليات الإرهابية للميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني والتي استهدفت ميناء الضبة والنشيمة واستمع مجلس الدفاع الوطني إلى عدد من الإحاطات والتقارير المقدمة من أعضاء مجلس الدفاع الوطني ومحافظي حضر موت وشبوى والخيارات المطروحة للتعامل مع هذه الهجمات التخريبية واتخذ المجلس عددا من القرارات الحازمة لردع مثل هذه الاعتداءات الإجرامية ووجه الحكومة بالتنفيذ الفوري لها وفق خطة دفاعية ودبلوماسية واقتصادية مزمنة كما دع المجلس المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته إزاء هذا التصعيد الخطير الذي تبنته الميليشيات الحوثية ودعمها وحضر المجلس من أن هذا التصعيد الإرهابي من شأنه إعفاء الحكومة اليمنية من جميع الالتزامات التي تنصلت عنها الميليشيات الحوثية بما فيها اتفاق ستوك هولم وعناصر الهدن الإنسانية المنهارة والتسهيلات الخدمية الأخرى مع التعهد بتأمين جميع السبل للحد من الآثار الجانبية على المواطنين في المناطق الخاضعة بالقوة للسيطرة الميليشيات الإرهابية أدانت دولة الإمارات بشدة استهداف ميليشيات الحوثي الإرهابية ميناء الضب النفطي بطائرتين مسيرتين مفخختين وأكدت دولة الإمارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولية أن هذا الهجوم يعد تصعيدا خطيرا وتحديا سافرا للمجتمع الدولي وللمساعي المبذولة لإنهاء الأزمة اليمنية وأشارت الوزارة إلى أن الهجوم يمثل استخفافا بجميع القوانين والأعراف الدولية مما يتطلب رد رادعا لكل ما يهدد أمن المدنيين وسلامتهم والمصالح الاقتصادية اليمنية وإمدادات الطاقة العالمية وحتت الوزارة المجتمع الدولي على توحيد الجهود واتخاذ موقف حازم لوقف الجرائم التي ترتكبها ميليشيات الحوث الإرهابية لإفساح الطريق أمام الوصول إلى وقف شامل لإطلاق النار في اليمن والعودة إلى عملية سياسية تؤدي إلى تحقيق السلام والأمن والاستقرار في اليمن أجرى وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك اتصالا هاتفيا مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقية والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة تم خلاله بحث تداعيات الهجوم الإرهابية الذي قامت به ميليشيات الحوثي على ميناء النشيما والضب النفطيين وخلال الاتصال أوضح الوزير بن مبارك المخاطر الكبيرة للتصعيد الحوثي وما يحمله من رسائل واضحة عن طبيعة هذه الميليشيا وما تمثله من تهديد فعلي لأمن المنطقة واستقرارها مؤكدا أن استهداف المنشآت المدنية ومصادر الطاقة والتهديد بقطع قطوط الملاحة الدولية ممارسات إرهابية بكل القوانين والأعراف الدولية لا يمكن لمن يقوم بها أن يكون شريكا موثوقا في أي عملية سلام كما بين الوزير بن مبارك أهمية اتخاذ المجتمع الدولية موقفا واضحا إزاء هذه الهجمات الإرهابية وممارسة ضغوط فعلية على النظام الإيراني الذي يقوم بتمويلها وتسليحها هذا وعبر وزير الخارجية المغربي عن إدانته للهجوم الإرهابية الذي نفدته ميليشيا الحوثي مشيرا إلى تداعيات الهجوم على جهود تهديئة في اليمن ومحملا ميليشيا الحوثي مسؤولية التصعيد ومفاقمة الأزمة الإنسانية كما أكد موقف المملكة المغربية الثابت والداعم للحكومة الشرعية ولجهودها في تخفيف المعاناة الإنسانية ولكل ما من شأنه الحفاظ على وحدة اليمن واستقراره أشهد وزير الداخلية لواء الركن إبراهيم علي حيدان بفريق إدارة مكافحة الإرهاب بمحافظة تعز وذلك لجهودهم في القبض على خلية إرهابية مرتبطة بتنفيذ عمليات إجرامية بالمحافظة كان آخرها تفجير مركبة تابعة لأحد الألوية العسكرية نتج عنه عدد من القتلى والجرحة وثمن وزير الداخلية خلال اتصال هاتفي أجراه مع المدير العام لشرطة محافظة تعز العميد منصور الأكحلي الجهود التي بدلتها إدارة شرطة المحافظة عموما وإدارة مكافحة الإرهاب في تعز على وجه الخصوص والتي تكللت بالقبض على جميع عناصر تلك الخلية الإرهابية وبحوزتها عبوات ناسفة وأجهزة تفجير عن بعد كرم وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري ملازم طيار رحمة عز الدين الحوشبي ومنحها الدرع القوات المسلحة اليمنية تقديرا لها كأول فتاة تعمل طيارا حربيا في القوات المسلحة اليمنية وكذلك أول فتاة تتخرج في كلية علوم الطيران في جمهورية السودان وأشهد وزير الدفاع بشجاعة الملازم الحوشبي وانضوائها إلى مجال الطيران الحربي مشيرا إلى أنها تمثل النموذج المشرق للمرأة اليمنية وجلدها وكفاحها في خدمة وطنها من مختلف المواقع والتخصصات بحث وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول بمدينة جد السعودية مع ضاء اللجنة التنفيذية لمجلس رجال الأعمال السعودية تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية اللقاء الذي يأتي على هامش الاجتماع الرابع لللجنة الوزارية لشؤون التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تطرق إلى عدد من الفرص المتاحة للاستثمار في مجالات الطاقة بشأن دراسات حول إنشاء شركات إسهام في مجال توليد الطاقة الكهربائية باستخدام جميع أنواع الطاقة وكذا التحضير للحدث الاقتصادي الأهم الأسبوع الاستثماري الأول في العاصمة المؤقتة عدن مع منح جميع التسهيلات للاستثمار في القطاعات الاقتصادية واستمع الوزير الأشول إلى الصعوبات والتحديات التي تواجه المستثمرين وتقيد أعمال الشركات وأهمية التسهيلات في المنافذ البرية والمشاريع المتعثرة في البلاد مؤكداً أهمية رأس المال اليمني المقيم في المملكة ودوره في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتواصل بين رجال الأعمال اليمنيين والسعودين بحث وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء سالم السقطري في العاصمة الإيطالية روما مع ممثلي بنك التنمية الإسلامي تدخلات وتمويلات البنك الخاصة بدعم مشاريع التنمية الزراعية والسمكية في اليمن وأهمية تعزيز العلاقات والتنسيق بين البنك والوزارة عبر الاتصال المرئي وخلال اللقاء أشاد الوزير السقطري بدور البنك في دعم مشاريع التنمية الزراعية والسمكية في اليمن من خلال تدخلاته الإيجابية ودعمه المستمر للتنمية الزراعية فيما استعرض ممثلي بنك التنمية الإسلامية مشروع زيادة الوصول للأسواق لصغار المزارعين منتجي محاصيل البصل والبن والعسل البالغ تكلفته مليوني دولار والذي وافق البنك على تمويله كمنحة وقدرة البنك على حشد الموارد والبحث عن تمويلات غير مقيدة للإسهام في تنفيذ خطة تعزيز القطاع الزراعي والسمكية في تحسين الأمن الغذائي في اليمن ناقش محافظ شبوى عوض محمد العلقي مع المدير العام للبرنامج الوطني لمكافحة السرطان بوزارة الصحة والسكان الدكتور جمال العلوي ومدير إدارة البحوث والإعلام الدوائي بالهيئة العامة للأدوياء الدكتور أحمد مقبل عددا من القضايا والموضوعات الخاصة بعمل مركز علاج الأورام وأنشطته بالمحافظة وأشاد المحافظ العلقي بالجهود التي يقوم بها مركز الأورام في مكافحة أمراض الأورام وعلاجها رغم شحة إمكاناته مؤكدا التزام السلطة المحلية بمواصلة دعمها ومساعدتها للمركز بحسب الإمكانات المتاحة والعمل كذلك على توفير مساحة أرض مناسبة في المحافظة لبناء مبنى خاص بالمركز عليها هذا وأثنى الدكتور العلوي على الجهود التي يبدلها العاملون بالمركز مطالبا محافظة المحافظة بمخاطبة وزارتي الصحة والمالية برفع عدد حالات المرضى المعتمدة رسميا للمركز من عشر حالات إلى ثلاثين حالة حتى يتمكن المركز من تقديم خدماته لأكبر عدد ممكن من المرضى نظمت مؤسسة حضرموت لمكافحة السرطان أمل فرع حضرموت الوادي والصحراء بالشراكة مع الإدارة العامة لتنمية المرأة بديوان وكيل المحافظة سباق اقتراق الضاحية بمشاركة ثمانية وستين متسابقا من ثلاث وعشرين مدرسة وتانوية حكومية وأهلية بمديرية سيئون حيث أجر السباق على طول امتداد شارع الجزائر أطول شوارع مدينة سيئون وذلك بالتزامن مع فعاليات الشهر الوردي للتوعية من سرطان التدي وخطورة إصابته لدى الرجال والنساء والتوعية بضرورة ممارسة الرياضة اليومية للوقاية من السرطان وحاز المرتبة الأولى في السباق الطالب باسم منصور من ثانوية بور للبنين بعد أن قطع المسابقة في خمس دقائق عدد المشاركين في هذه الفعالية أكثر من خمسين مشارك من مختلف ثانويات ومدارس مديرية سيئون الهدف هو توعية المجتمع بهمية الكشف المبكر لسرطان الثدي كذلك ممارسة الرياضة شراحة مشاركة طيبة من قبل طلابنا في هذه المسابقة دلالة على أنه إدارات المدرسية تهتم بهذه النشاطات والفعاليات التي تقيمها مكتب التروي والتعليم شعوري لفرحات جداً ونشكر إدارة المدرسة التي تحت هذه الفرصة وشكراً لجميع ختام النشرة تذكير بأبرز العنوين مجلس الدفاع الوطني يصنف ميليشيا الحوتي منظمة إرهابية ويحذر من التعامل معها وزير الداخلية يشيد بنجاح فريق مكافحة الإرهاب في تعز بالقبض على خلية إرهابية محافظ شبوى يناقش أوضاع مركز علاج الأورام ونشاطه بالمحافظة ولمتابعة المزيد من نشراتنا الإخبارية يرجى زيارة حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي تلفزيون حضرمو في أمان الله